توافق مجلس بلدي الجنوبية في اجتماعه الاعتيادي على عدد من المقترحات التي تركزت حول فكرة استغلال الطاقة الشمسية في تشغيل الإنارة في طرق المحافظة التفاصيل مع الزميلة خولة لغرنيس في سياق التقرير التالي استعرض مجلس بلدي الجنوبية في جلسته الاعتيادي فكرة تشغيل الإنارة بالطاقة الشمسية في شوارع وطرق المحافظة الجنوبية وتضمن المقترح فكرة تطبيقها على شارع بغداد في مدينة عيسى على أن يتم تعميم التجربة في مختلف المرافق والطرق الرئيسية في حال نجاحها وقد رحب الأعضاء بالمقترح على اعتبار أنه فكرة جيدة ويساهم في الحفاظ على الطاقة الناطبة شارع بغداد حطيناه كتجربة أولية على حق المقترح لأن السنوات القادمة أي أمطار أو أي شيء يصير في الهدي الكهرباء تتبند على المناطق كلها فهذه المقترح يشتغل على الطاقة الشمسية ونحتاج كهرباء في مقترحات سابقة صارت على المساجد وعلى الحدائق وعلى المدارس وفي النص تطبقت بس كشوارع رئيسية أول شارع يصير في المحافظة الجنوبية وهو شارع بغداد وإن شاء الله يتطبق ونشوف شنو مردودة من النص كما توافق المجلس على المقترح الذي تقدمت به اللجنة القانونية والمالية بطلب من أحد الأعضاء وذلك بفرض رسوم رمزية ذات طابع بلدي على مواقف سوق الرفاع المركزي والذي تعود ملكيته للبلدية وتضمن القرار تسوير المواقف ووضع بوابة للدخول والخروج لتنظيم العملية مقترح فرض رسوم على سوق الرفاع الشرقي المركزي هو أساسا عملية تنظيمية أكثر من النأهية إرادات البلدية طبعا هذا الموقف هو أساسا من الجهة الجنوبية لسوق الرفاع هو أساسا لتنظيم العملية بحيث أن يكون فيه بوابة للدخول وبوابة للخروج للحفاظ على العملية التنظيمية خصوصا أن المنطقة فيها كثافة سكانية وفيها نوع من سوء الاستخدام من بعض الساكنين في ذلك المنطقة فاتفق الأعضاء على أن يكون بهذه الطريقة تكون بسيطة وتفيد الساكنين في المنطقة من جانب آخر توافق الأعضاء على تغيير تصنيف أحد العقارات في منطقة الحجيات من سكن خاص إلى منطقة خدمات عامة لصالح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين